مرحباً بكم في الأبراج الفلكية هل تسألتم يوماً ما الذي يدفع نموكم العاطفي أو يقوي روابط التي تجمعكم بعائلتكم؟ اليوم سنبوص عميقاً في عالم الفلكي مع التركيز على التأثير المثير لكوكب المشتري في برج السرطاني يلعب المشتري كوكب التوسع والوفرة دوراً فريداً عندما يتوافق مع برج السرطان الحنون في هذا الفيديو سنكشف كيف يشكل المشتري في السرطان حياتكم من التطور الشخصي إلى روابط العميقة التي تنشؤونها مع أحبائكم ابقوا معنا حتى النهاية حيث سنكشف عن سمة إضافية قد تمنحكم المزيد من الفهم حول رحلتكم الفلكية لنبدأ النمو المشتري في برج السرطاني هو قوة سماوية قوية للنمو العاطفي عندما يجد هذا الكوكب التوسع نفسه في مياه السرطان الحنونة فإنه يشجعك على استكشاف أعماق مشاعرك يعزز هذا الموقع بيئة حيث لا يتم فقط الاعتراف بالمشاعر بل يتم احتضانها ورعايتها هالبا ما يجد الأفراد الذين لديهم المشتري في السرطان انفسهم في رحلة مدى الحياة لاكتشاف الذاتي حيث يكون كل تجربة عاطفية بمثابة خطوة نحو فهم أعمق لأنفسهم هذا النمو العاطفي لا يتعلق فقط بالتأمل الشخصية بل يتعلق أيضا بكيفية تفاعلك مع العالم قدرتك على التعاطف والتواصل مع الآخرين تتعزز مما يسمح لك ببناء علاقات أقوى وأكثر معنى العائلة تحتل العائلة مكانة مركزية عندما يكون المشتري في برج السرطان يعزز هذا الموقع أهمية الحياة الأسرية والمنزل كأساس للتطور الشخصي بالنسبة لأولئك الذين لديهم المشتري في السرطان العائلة ليست مجرد مجموعة من الناس بل هي مصدر للقوة، الراحة والهوية الروابط التي تشاركها مع أفراد عائلتك من المحتمل أن تكون عميقة ودائمة مما يوفر لك إحساسا بالأمان يسمح لك بالنمو والاجدهار سواء كان ذلك من حلال التقاليد العائلية، القيم المشتركة أو ببساطة قضاء وقت ممتع معا يعزز المشتري في السرطان ارتباطك بجذورك مما يجعل الحياة الأسرية موضوعا أساسيا في رحلتك نحو تحقيق الذاتي الرعاية الرعاية هي في قلب المشتري في برج السرطان يمنحك هذا الموقع ميلا طبيعيا لرعاية الآخرين خاصة أولئك الذين في دائرتك المقربة لديك قدرة فطرية على جعل الآخرين يشعرون بالحب والدعم والتقدير مما يخلق بيئة دافئة ومرحبة أينما ذهبت تمتد هذه السمة الرعائية إلى ما هو أبعد من الدعم العاطفي بل تظهر أيضا في رغبتك في توفير الحماية لمن تهتم بهم سواء كان ذلك من حلال طهي وجبة تقديم أذن صاغية أو ببساطة التواجد في أوقات الحاجة فإن طبيعتك رعائية هي جسء أساسي من كيفية تعبيرك عن حبك واهتمامك الأمان الأمان هو جانب مهم آخر من المشتري في برج السرطان هالبا ما يؤدي هذا الموقع إلى رغبة قوية في الاستقرار خاصة داخل المنزل قد تجد أنك تبزل جهدا كبيرا لخلق بيئة آمنة ومستقرة لنفسك ولأحبائك قد يعني هذا أي شيء من التخطيط المالي إلى ضمان أن يكون منزلك مكانا للسلام والراحة بالنسبة لك الأمان لا يتعلق فقط بالثروة المدية بل يتعلق بخلق مساحة يشعر فيها الجميع بالحماية ورعاية يسمح هذا الشعور بالأمان لك والعائلتك بالاجدهار مما يوفر أساسا قويا لجميع مسعيك المستقبلية الحدس يعزز المشتري في برج السرطان قدراتك الحدسية مما يجعلك حساسا بشكل خاص للتيارات العاطفية من حولك يتيح لك هذا الحدس المتزايد التقاط احتياجات ومشاعر الآخرين هالبا قبل أن يعبروا عنها لديك موهبة طبيعية لفهم ما يمر به الآخرون مما يجعلك صديقا أو شريكا أو فردا من العائلة ممتازا يساعدك هذا الفهم الحدسي أيضا في التنقل في مساحتك العاطفية الخاصة مما يوجهك نحو القرارات التي تشعر بأنها صحيحة على مستوى عميق الثقة بحدسك هي مفتاح استفادة القصوى من الهدايا التي يجلبها المشتري في برج السرطان التعاطف التعاطف هو سمة مميزة لأولئك الذين لديهم المشتري في برج السرطان يعزز هذا الموقع إحساسا عميقا بالتعاطف مما يسمح لك بفهم مشاعر الآخرين حقا من المحتمل أن تكون الشخص الذي يلجأ إليه الأصدقاء والعائلة في أوقات الحاجة لأنهم يعرفون أنك ستستمع دون حكم وستقدم الراحة لا يقتصر تعاطفك على المقربين منك فحسب بل يدفعك غالبا لمساعدة منهم في مجتمعك أو حتى الغرباء الذين يحتجون إلى يد العون هذا التعاطف هو أحد الطرق التي تنشر بها الإيجابية واللطف في العالم مما يترك أثرا دائما على من حولك التقاليد التقاليد لها مكانة خاصة في قلوب أولئك الذين لديهم المشتري في برج السرطان هالبا ما يجلب هذا الموقع احتراما عميقا للتقاليد العائلية والتراث الثقافي قد تجد متعة كبيرة في الحفاظ على التقاليد ونقلها التي كانت موجودة في عائلتك لأجيال سواء كان ذلك في الاحتفال بالأعياد طهي الوجبات التقليدية أو ببساطة التمسك بقيم معينة تساعدك هذه التقاليد على الشعور بالارتباط بجذورك إنها توفر إحساسا بالاستمرارية والانتماء مما يمنحك أساسا قويا بينما تتنقل في تحديات وفرص الحياة احتضان التقاليد هو وسيلة لتكريم الماضي مع خلق مستقبل مستقر الكرم الكرم هو سمة رئيسية أخرى للمشتري في برج السرطان غالبا ما يلهم هذا الموقع رغبة عميقة في العطاء سواء كان ذلك من وقتك، مواردك أو دعمك العاطفي من المحتمل أنك شخص يذهب إلى أبعد الحدود لمساعدة الآخرين وغالبا ما تضع احتياجاتهم قبل احتياجاتك لا يتعلق كرمك فقط بالعطاء المادي بل يتعلق أيضا بالكرم بوقتك، طاقتك وحبك تجد رضا في رؤية الآخرين يزدهرون وأنت دائما مستعد لمد يد العون روحك الكريمة هي إحدى الطرق التي تجعل بها العالم مكانا أفضل ناشرا اللطفة والنوايا الحسنة أينما ذهبت الإبداع يزدهر الإبداع تحت تأثير المشتري في برج السرطاني غالبا ما يجلب هذا الموقع حيالا غنيا وتقديرا عميقا للفنون سواء كانت تبتكر شيئا جديدا أو ببساطة تستمتع بالأعمال الإبداعية للآخرين تجد الفرح في عملية إحياء الأفكار يتم تغذية إبداعك غالبا بمشاعرك مما يسمح لك بالتعبير عن نفسك بطرق ذات معنى وعلاجية قد يظهر هذا في أي شيء من الكتابة ورسم إلى الطهي وتزيين منزلك مهما كانت الوسيلة فإن مسعيك الإبداعية هي وسيلة للتواصل مع نفسك ومع الآخرين على مستوى أعمق العمق العاطفي العمق العاطفي هو سمة مميزة لأولئك الذين لديهم المشتري في برج السرطاني يشجعك هذا الموقع على استكشاف النطاق الكامل لمشاعرك من أعلى الطمم إلى أدنى القيعاني أنت لا تخشى مواجهة مشاعرك حتى عندما تكون صعبة أو غير مريحة يسمح لك هذا العمق العاطفي بتجربة الحياة بشكل كامل بكل تعقيداتها ودقائطها كما أنه يساعدك على بناء علاقات أقوى وأكثر صدقاً حيث يمكنك التواصل مع الآخرين على مستوى عميق احتضان عمقك العاطفي هو مفتاح العيش حياة غنية وملئة بالوفاء مع المشتري في برج السرطاني المرونة المرونة هي السمة الإضافية للمشتري في برج السرطاني يمنحك هذا الموقع القوة للتغلب على التحديات والعودة من الشدائد بغض النظر عما تلقيه الحياة في طريقك لديك قوة داخلية تساعدك على المضي قدماً هذه المرونة متجذرة في قواتك العاطفية العميقة وقدرتك على العثور على الراحة والدعم في عائلتك وأحبائك حتى عندما تصبح الأمور صعبة لديك القدرة على المثابرة والخروج أقوى على الجانب الآخر هذه المرونة هي واحدة من أعظم الهدايا التي يمنحها المشتري في برج السرطان مما يساعدك على التنقل في تقلبات الحياة برشاقة وشجاعة في الختام المشتري في برج السرطان هو موقع فلكي قوي يغذي النمو العاطفي يقوي روابط العائلية ويعزز قدرتك على رعاية الآخرين من تعزيز الشعور بالأمان إلى تشجيع الإبداع والمرونة يقدم المشتري في السرطان ثروة من الهدايا التي يمكن أن تساعدك على عيش حياة مليئة بالوفاء والمعنى شكرا لمشاهدتكم سنعود قريبا بمزيد من الفيديوهات المثيرة حول علم الفلك حتى ذلك الحين استمروا في ترك باسمتكم على العالم تذكروا العظم ألا تعرف حدودا تأكدوا من ترك تعليق تخبرون فيه بأكثر السمات التي شعرت بأنها تعبر عنكم أو اقترحوا موضوع الفيديو القادم نحاول الرد على كل تعليق تتركونه إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب به، مشاركته والاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى الفلكي حتى اللقاء القادم استمروا في السعي نحو النجوم ترجمة نانسي قنقر